لقد كان لمكتب نورسات الأردن خلال عام 2016 نشاطات عديدة وإنجازات نوعية تمثلت بالكثير من التغطيات والمتابعات أولاً برحب بكم في مصر وسعيد جداً للغاية ومن قلبي بزيارتكم ولعل أبرزها لقاءات جلالة الملك عبد الله الثاني الاعتيادية لرجال دين وشخصيات وقيادات مسيحية والتي يؤكد فيها جلالته دائماً على أن المسلمين والمسيحيين في هذا البلد يمثلون الاعتدال والتسامح وأن المسيحيين جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي حيث أن إنجازاتهم في بناء الوطن ماثلة للجميع وبالإضافة لنشاطات نورسات المعتادة بتغطياتها للمناسبات الكنسية والرعوية خلال السنة من قداديس احتفالية مختلفة كعيد الغطاص عند ضفاف نهر الأردن وعيد الفصح المجيد والتحضيرات الكنسية لعيد الميلاد والسنة الميلادية الجديدة وتغطيتها لأمسيات ميلادية وافتتاح بزارات فقد نظمت نورسات بازار الرحمة الثاني الذي جاء استجابة لنداء قداسة البابا فرانسيس بإعلان سنة 2016 سنة الرحمة في كنيسة السيدة العذراء للروم الملكين الكاثوليك في جبل عمان ونحن في مكتب نورسات الأردن ومن إيمان شعبنا وعلى خطى بلدنا ونهج قيادتنا فقد حملنا على عاطقنا المسئولية وعاهدنا أنفسنا بأن نبقى الأوفياء للوطن والأمناء على العهد بالوقوف إلى جانب إخوتنا ندعمهم ونشد على أزرهم بكل ما أوتينا من عزيمة وإخلاص وللسنة الخامسة على التوالي قام مكتب نورسات الأردن بتنظيم صلاة الوحدة شارك فيها الأصاقفة وعدد من رؤساء الكنائس والمؤمنين من مختلف الكنائس في الأردن فاجتماعنا هنا اليوم هو تجسيد لجهود المحبة للكنيسة الواحدة الجامعة المقدسة لنصلي بوحدة واحدة من أجل جميع المؤمنين الذين يؤمنون بإله واحد آب ضابط الكل صلوا من أجلنا يا أصحاب السيادة لكي تبقى نورسات حاضرة في كنائسنا وفي كل بيت مسيحي في منطقة الشرق الأوسط والعالم وأن تشهد للمسيح بشجاعة في هذه الأرض المباركة وأن نكون الملح الصالح لهذه الأرض والنور الحقيقي لهذا العالم وشاركت نورسات بتغطية الاحتفال الذي أقيم في مدينة بيرغامو الإيطالية للأب ييرباتيستا بيتسبالا وتعينه رئيس أساقفة والعمل كمدبر رسلي على أبرشية القدس التي تضم كافة الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين والجليل طوالسات مهمة جداً ليس فقط لأيكم ولكن لأيكم وفي كل جرسالة جرسالية بشبب يطلب أسفل جرسالية أرد أن أعطي إلى جرسالية حول الطعام الجرس لأسفل الجميع وإعطاء رأيكم لأيكمة جرسالية بشكل كثي للغسكوفية بحد ذاته هي نعم كبيرة بحد ذاته وإلها نعم خاصة مرتبطة فيها أملنا بهذه النعم حتى تساعد هذا المسؤول الجديد المطلبة المدبر الجديد على مجابهة كل ما عندنا من تحديات من مشاكل كما حظيت زيارة قداسة البابة وادروس الثاني باب الإسكندرية وبطريارك الكرازة المرقصية إلى الأردن وذلك يجعلنا نبقى قريبين لبعض نفهم بعض ونحمل مشاعر ونحمل هموم بعض ولقائه جلالة الملك عبد الله الثاني اهتماما كبيرا من نورسات التي غطت القداسة الإلهي الذي ترأسه قداسته وزيارته إلى محافظة مادبة وموقع المغتص كما قامت نورسات بالمشاركة في تغطية احتفال تتشين أول مازار في الأردن للقديسة ماري الفونسين مؤسسة الرهبنة الوردية في الذكرى الأولى لإعلان قداستها من قبل الفاتيكان والذي أقيم بتبرع خاص تخليدا لما قدمته الأم الفونسين من خدمة للصلط لكنيستها ورعيتها وها نحن اليوم نجسد فكرة المزار التي جاء بإلهام منها فمنذ سنة وهي تتراء لنا في هذا المكان وترسل رسائلها من خلالنا أنا وفريق عمل نورسات الأردن الذي أعتز فيه وأفتخر فمنذ إعلانها طباوية وقرب إعلانها قديسة ونحن نتتبع رسالتها الرغبانية من خلال مذكراتها فبدأنا بعمل فيلم وثائقي عن حياتها كما رافقت نورسات غبطة البطريارك كيريوس كيريوس تيوفيليوس الثالث بطريارك المدينة المقدسة وسائر أعمال الأردن وفلسطين في زيارته الرعوية الأولى إلى محافظة المفرق ولقائه أبناء رعيته في المحافظة حيث غطت نورسات مجمل برنامج الزيارة الذي تضمن تتشينا وافتتاح قاعة وجرسية كنيسة رقاد السيدة العذراء للروم الأرثودوكس في المفرق وجولته لمنطقة رحاب الأثرية حيث أبدأ إعجابه بالاهتمام الرائع بالكنائس الموجودة والتي تعود إلى عصور دالة على قدم المسيحية في المنطقة وفي ذات الصياق ومن خلال مسؤوليتها الوطنية في ترويج المنتج السياحي الأردني وخاصة الديني رافقت نورسات الوفد الأردني من وزارة السياحة والذي ترأسته لينا عناب وزيرة السياحة والآثار لرد الزيارة لقداسة البابة ودروس الذي تم تسليمه قرار مجلس أمناء هيئة موقع المختص بزيادة مساحة الأرض المخصصة للكنيسة القبطية لاستكمال بنائها في موقع المختص اليوم زيارتنا تأتي كأول شيء كشكر وعرفان لقداسة البابة على هذه الزيارة الكريمة التي شرفنا فيها في الأردن وطبعا التي تلت الزيارة كانت شيء مهم والتصريحات التي عملها قداسة البابة هي تصريحات نحن نقدرها جل التقدير وبمناسبة مرور عام على إعلان موقع عماد السيد المسيح المختص على لائحة التراث العالمي لليونسكو فقد رافقت نورسات الوفدة الأردنية المشاركة في الحفل الموسيقي الذي أقامته السفارة الأردنية في باريس وساعدت بشرح وإبراز العديد من المواقع السياحية الهامة في المملكة جميع هذه البرامج أيضا من أجل الأردن من أجل الترويج إلى المناطق الدينية والأماكن الدينية السياحية كما لقيت الزيارة الهامة لرئيس مجمع الكنائس الشرقية في الفاتيكان الكاردينال ليوناردو ساندري إلى الأردن والتي كانت بتوجيه من قداسة البابة فرانسيس لمتابعة بعض النشاطات والمشاريع الكنسية الخيرية اهتمام نورسات حيث تم تغطية زياراته لمزار النبي موسى في جبل نبو وحديقتي الرحمة في مادبة وعمان وللعائلات العراقية المقيمة في الأردن ووسط مشاعر حزينة وأجواء خاشعة عمها روح التعزية والإيمان المشترك شاركت نورسات بواجب العزاء وتغطية الصلاة الجنائزية التي أقيمت في الكنيسة القبطية الأرثودوكسية في عمان عن راحة أنفس شهداء الكنيسة البطرسية في القاهرة الذين قضوا ضحية الغدر والإرهاب خلال حضورهم أحد القداديس الإلهية ونتيجة للحوادث الأمنية الأخيرة فقد اقتصرت الكنائس المسيحية في المملكة احتفالاتها بعيد الميلاد المجيد بإقامة الصلاة والقداس الديني والدعوات من أجل حماية الأردن وقيادته لمواجهة الإرهاب والتطرف وترحمت كافة الكنائس الأردنية على شهداء الكرك شهداء الواجب داعية الله أن يحفظ الأردن وقيادته المعطاء من كل مكروه ومع كل ما شهده العام من آلام ومآس ناتجة عن الأعمال الإرهابية التي وقعت هنا وهناك في هذا العالم فإننا نتطلع والأمل يحدون أن يكون العام الجديد عام مصرة وفرح عاما مفعما بالمحبة والسلام والأمن والاستقرار ترجمة نانسي قنقر